اشتركوا في القناة نهار هذا اليوم الاثنين بواقع تقريبا درجتين إلى ثلاث درجات مئوية مقارنة بيومين الماضيين وسادة أجواء خريفية معتدلة في عام المناطق في حيث يتوقع أن يطلع المزيد من انخفاض الطفيف خلال الأيام القادمة بحيث تصبح الأجواء خريفية لطيفة إلى معتدلة مع ساعة النهار وتكون درجات حارة تقريبا دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت العام بقليل حيث يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان في أواخر العشرينيات درجة مئوية مع الساعة الليل هناك أجواء لطيفة إلى ميلة البرودة متوقعة كذلك حال تكون هذه الأجواء رطبة مع فرص تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من المرتفعة الجبلية العالية ومناطق السهل الشرقية كما تلاحظون كذلك الحال هناك فرصة لهطول زخات محلية رعادية من الأنطار في أجزاء متفرقة من البادية الجنوبية والشرقية تكون في غالبها خفيفة وذلك اعتبارا من يوم غدا عصر غدا التلفاء وخلال الأيام التارية التوقعات الجوية التفصيلة الخاصة بالعاصمة عمان نبدأ معكم بالليلة القادمة 16 درجة مئوية هي الحارة الصغر المتوقعة في العاصمة مع ظهور نباض السحب على ارتفاعات مختلفة كذلك الحال ارتفاع واضح ومنموس في نسب الرطبة لتقترب من حاجز 100% وبالتالي ارتفاع فرص تشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية في العاصمة عمان تحليدا في أجزائها الشمالية والغربية التوقعات الجوية الخاصة بالأيام القادمة كما تلاحظون درجة حارة في منتصف العشرينية الدرجة مئوية أجواء خريفية لطيفة إلى معتدل المتوقعة مع ساعة الليل هناك استمرارية في فرص تشكل هذا الضباب كذلك الحال فرص لهطول زخات محلية رعادية خفيفة من الأمطار في أجزاء من البادية الجنوبية والشرقية بمشيئة ألا كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر